أهلا بكم مرة جديدة انتقدت كندا سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان الأزمة الدبلوماسية القائمة بين البلدين على خلفية تصريحات كندية سابقة تنتقد اعتقال نشطات سعوديات وتطالب الرياض بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين لم تمنع وزيرة الشؤون الخارجية الكندية كريستيا فريلاند من الأعراب عن قلقها الشديد على الناشطة السعودية إسراء الغنغام صحيفة جلوب اند ميل الكندية قالت أن مكتب فريلاند وبعد سؤال الخارجية عن قضية الغنغام أصدر بيانا عبر خلاله عن القلق من اعتقال نشطات سعوديات رغم اعتبار الرياض التصريحات الكندية السابقة تدخلا سافرا في شؤونها تصريحات تفاقم الأزمة بين البلدين والتي وصلت إلى حد طرد السفير الكندي من السعودية وتجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية بين الطرفين لكن المشكلة تتعدى موضوع التدخل في شؤون بلد آخر بحسب الموقع الاقتصادي الأمريكي بلومبرغ الذي رأى أن المشكلة السعودية ليست في المعركة مع كندا بل في هروب رؤوس الأموال فبالرغم من أن حجم التجارة بين السعودية وكندا ضائل لكن هذا الخلافة الدبلوماسية زاد من أجواء الشعور بالخطر داخل مجالات الاستثمار السعودي ما سيؤدي إلى إخافة المزيد من رؤوس الأموال ودفعها إلى مغادرة السعودية وتقليص التفاؤل الذي أحاط بخطة 2030 الاقتصادية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحسب الموقع الأمريكي بلومبرغ قال أن المستثمرين أصيبوا بخيبة أمل جراء خطوات السعودية العدوانية كاعتقالات الراتز وإسكاة المعارضين والخلاف مع كندا التي تشير كلها إلى أن السعودية تفضل استقرار النظام وتثبيت حكم بن سلمان على حكم القانون وبناء المؤسسات ويلفت الموقع إلى أنه من المستغرب أن هروب رؤوس الأموال يحصل رغم ارتفاع أسعار النفط ما يعكس صورة كئيبة ومألوفة عن ازدياد الإنفاق الحكومي في السعودية وبطء النمو وخوف المستثمرين أما الإنتاج ففي مستوى صحيق دائما بحسب بلومبرغ